في أزمة بعيدة عن منتخب الناشئين بس تخص المنتخب الأولمبي وده خبر خاص لنا في رقم 10 روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي من آخر كده بشكل واضح مش عايز الكابتن عسام الحضري في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي أزمة حصلت في صفوف المنتخب الأولمبي في الساعات الأخيرة بطالها زي ما قلت لكم روجيرو ميكالي وعسام الحضري ميكالي طلب إن عسام الحضري بيبقاش موجود في الجهاز وطلب بدايل تبقى قدامه عشان يختار بينهم كمدرب حراس مرمى للمنتخب الأولمبي في الفترة اللي جاية في الفترة اللي جاية ده حاجة تخلينا استغرابين شوية الوضع استغرابين شوية اللي بيحصل احنا لسه بأنه بسم الله الرحمن الرحيم مع الجهاز الفني المنتخب الأولمبي بنتكلم مع مدير فني خبير ورائع جدا واخد ريدو جانيرو مع المنتخب البرزيل والمبيئات ريدو جانيرو واخد البطولة مع البرزيل عندنا تفاؤل كبير جدا عندنا أمال كبيرة جدا معاه وان شاء الله بإذن الله بإذن الله الأمور تبقى أحسن الفترة اللي جاية مش عايز أتكلم في حديث كثيرة الخبر جالنا وحنا دخين على الهوى على طول مش عايز أقول مين اللي غلطان بس يعني هلوم من حيث المبدأ سواء كان على حق أو خطأ كابتن عسام الحضري الاسم الكبير في تاريخ مصر الاسم الكبير جدا أسطورة حراسة المرمى واحد من أساطير الكرة المصرية حتى لو شوف أهو حتى لو في حاجات أو أمور يعني مش في حقه جيدة يتحمل عشان خاطر منتخبنا الوطن الأولمبي يتعامل مع الأمور بس يبدو كده أن الأمور بينه وبين ميكالي وصلت لطريق مسدود وإيه أسام الحضري غالبا هيعني انتحاد الكرة خلال ساعات أنه هو خارج منتخب مصر الأولمبي وهناك مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة عصام الحضري في هذا المركز هو الكابتن أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق ومدرب حراس في أكتر من فريق ده فيما يخص المنتخب الأولمبي